أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة أن جهود دعم اللغة العربية مستمرة من خلال لقاءات العلماء مع بعضهم البعض والدعم المتواصل للمراكز العاملة في ذات المجال لضمان استمرارها جاء ذلك خلال تكريم سموه صباح اليوم في دارة الدكتور سلطان القاسمي الفائزين بالدورة السادسة من جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية وأشار سموه إلى أن العمل جار على توفير وقف لخدمة المراكز الخاصة بالثقافة واللغة العربية مثل المسرح العربي والشعر والآداب وغيرها وذلك لأهمية استمرار أعمال هذه المراكز والتي تمثل نهضة حقيقية في الوطن العربي ونقاط إشعاع علمي ومعرفي وتفضل سموه بتكريم الفائزين في محوري الجائزة في دورتها السادسة مباركا سموه لهم مشاركتهم وحرصهم على تقديم بحوث علمية لإثراء المكتبة العربية اشتركوا في القناة